اشتركوا في القناة الحلاق بتاعي بروح لكل يوم جمعة بعد الصلاة شعر، دق، فوتة صخلة بيزبطنا You're so sweet يا بس يوم حلوة اول حفلة بتاعتكو دي يعني انتوا كل يوم كده على طول احنا كل يوم حفلة عند واحد من الشلة على فكرة طرق شكله زعلان من اللي حصل النهارة طول سيبك منه هو على طول كده عمل فيها زعلان لا يعني انا خافة كنت انا السبب في الزعل بينكم زعل بيننا؟ ليه يعني؟ إيه اللي ليه هو انت؟ انت مش مرتبطين؟ لا طبعا مش مرتبطين طرق ده ما بيرتبطش بحد طرق عايز كل حاجة تبقى بتاعته بس بيني وبينك وانتم ربيع على كده شوفي وانا اللي كنت فاكر يعني انتوا اللي اتنين لا مفيش ولا اي حاجة اصلا 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 انجي يعني مفيش حاجة خالص خالص بقولك ايه بس يوني ما تيجى فراغ على الفيلا بتاعتنا طب ما تستني بعد البوفي ايه؟ خلاص قبل بتفضلي هاي مامي هاي انجي ما سأل كير يا فنزل يا ماما انظم لا عادي انا سبتبقى عادي طبعا شوف الايان وما يستم واخدين راحيتهم على الاخر ولا كايننا هنا ايه يا حبيبي ايه يا حمد؟ قليلك زعلان من ايه؟ من قلت يعني البنات في الجامعة؟ يا سيدي لو بيغرك الرفع اقسمني اثنين؟ يا مامي ايه لك مئة مرة انتي زي اختي ايه؟ ايه يا عم طارق؟ ما ايه بتضحك معاك؟ وبعدين ايه يعني انا براجل تحنك؟ تا تستعبل؟ او ايه اغارك زي ما يغر انجي لولا السجرتين اللي ضربهم قد تطعنتو يا سيدي ولا يهم انا معتبرك تحن اوه لسا معك توقع؟ معايا بس انت افوارت النهاردة لكابو هي بقت فيها كابو اخلص اخد 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 فكرة بقى انتم مغرورين في الوردة وانا هوريكم الله معاك ماشي يا حلو اقولت حالة؟ ايه انا مش متفائل ودي بقى يا سيدي اوتي ايه ايها اعجوبها في بيتنا؟ دي صورتي وان عندي ثلاث سنينيين ودي وان عندي خمسة ميني؟ دي ما عرفه اص تعال فراك على بيت الصور دي لما كنا في امريكا ودي مامتك عايدي او بس دي لما كنا في فرنسا وليه انج انتي بتجيبي حاجتك من اين يعني حاجات ايه حاجات دماغ طوابة اوه لا الحاجات دي احنا ما بنجيبهاش هي اللي بتيجي لحتى عندنا ايه 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 ما شاء الله يا هان قلبتي البيت كبريه انت ايه اللي جارك دلوقتي مش تبقى تتصل قبل ما تيجي اتصل عشان اجي بيتي خلاص بيت انا اتضيف واصحابكم اصحاب البيت فين انجي عشان تسمع الكلام ده دي ايه واحد يا ام لا بإذنك على الفكر حضرتك عندك حق بس دي غلطتك من الاول مش معنى انت مفاصل عن طان تسيب الحايبايزة اوي كده ها انجي واخدها رحيتها على الاخر وانا مش شاف في اي حزمة واضح من الصور دي ان بواكي بيحبك اوي انجي ايه ده حلقي واقع اه وريني كده بسيوني ممكن تركبهولي انا الصراحة حصلي اول مرة شوف حل انبد تركب في الحواجر ده اللي استعيل هاتي حلوي كده هاتي حلوي كده هاتي حلوي كده مالي بيحصل ده بابا ها ابن حلال لسه حالة اللي كنا جايبين في سيرتك مالي بيحصل بزبط مين الحيان ده شفت او ده اللي انا كنت عامل حسابه ان حضرتك تفهمني غرض احداك انا كنت براكب لها الحلق بابا من فضلك مفيش حاجة حصل تستهل ده اسكت انت يا انجي اسكت انت ملكيش ده النادل ده هو اللي غواكي ولو الشرفي والله مافي نقطة مية ترتشت على شرف ساعاتك انا لسه عارفها النهاردة الصبح يعني ما حصلش حاجة وانا حستنى لما يحصل ايه تعالي مني او ايه اللي دخلك قضة بنتي يا حيوان يا واطي يا حقير مسافل كمان عزرك انا غلطيت ان انا سألتها واحنا طلعين يعني ماما انزامها ايه قالتلي عادي او ماما عادي طبعا عادي ماو الحق مش عليكي الحق عل ربتك ربايا سبور اتفضل يا هانب شوف التربيع الى سبور اللي ربتيها لبنتك كفاية بقى فضايح مش ممكن ايه تخلف اللي انت بيدك تخلف ومع صاحبها ليه ان شاء الله عايشين في امريكا على فكرة واضح ان هما مش متفاهمين خالص يا انشي ايه يا بابا بس ينزميني في الجامعة عزمتو قال حفلة فيها ايدي فضالي يا هانب بعدي اشكال تصاحب بنتك ولا بعرف قصادك ما انا واقفة او بحنا الاشكال برضو لسيت امو ميمي؟ امو ميمي؟ مين امو ميمي دي؟ دي الخدمة بتاعتنا خدمت بديك طفلعت لا دي بتاهدلة فيه لو عمل كوماء وميمي دي انا كويس اني عايش معاك West bits久aly انك ايه امو ميمي؟ ب bordكنت حق stead Bing مرايا انتوا ايه engaging فضحتوني قدام زمالي انتوا مش هتبطلوا بقي اليه كده؟ يا فندي يا محترم الحقيقة يا فندم ابنك من لحظة دخول من دمعت وهو مسير للشاكل ولما انت مش عارفين تربوه بتعلمو لي بنعلمه من مبل احتياط الا تعلمو ليه وش اخرص بتعملت ايه اه يا فندم احنا مش عايزين نكبر موضوع قوي كيف يريني فاهم بهدور تانى حتقول له هدوء ابق شوف ابنكổ ما ترباش يا فندم، إنت عصبي ليه؟ اللي انكسر ينصلح هو إيه اللي انكسر يا بني آدم إنتا؟ أنا بنتي أشرف من الشرف أما الفلق دماغ دا ليه من الصبح وأرفنا يا عم إنتا؟ ما لنتم ساكيت له من الصبح؟ الظهر إن الكلام الودي مش حيجيب معاكو نتيجة أنا رايح الاسم، وحعمل مذكرة عذر تعرض اسم؟ رايح تعمل ليه في الاسم يا أندسة؟ حد يفضح بنته وسط الصورات والمخبرية أنا مناش رايح الاسم أنا رايح لوزير الداخلية استنى، استنى، استمعت رايح لمين؟ آه آآ، ياه إيه ذا ساعتك، إيه ذا أرفوك؟ أنا مستعد بأمضيلك تعهد على نفسي إن الورد دا مش حيتعرض لبنتك أبدا؟ تفضل لا تفضل تفضل يا فندم تقل دخلت حضرتها؟ أنا كنت أفكر زي صفراتك في الأول يا فندم حد ما عرفت البنت على حقيقتها دي طرع البنت طيبة وها باء، ياه يا حبيبي ما تقولي ان قلبها قلبها خصاية عرفت من ايه يا فندم بتقولي ايه يا فندم يا فندم دي بنت ضحية تخيل ابوها بيكون امها مع مميمي مين؟ مميمي ياكشي تولى حية ومميمي في لحظة واحدة ده ابوها راجل غبي طلع تربعه لسان ولسان الزفر كمان شفت؟ مقدرتش حضرتك تستحمله ربع ساعة تعمل ايه البنت بقى اللي عايشة معا دي؟ ضحية بلاش كلام فارغ انت رجيتش وراي ليه؟ انا وراك يا فندم انت نسيت انت جاي هنا ليه؟ يا فندم انا كنت هعرف خلاص بيجيبوا الطابع دي منين لولا بوها دخل يا حمد ربينا ان الراجل دخل في الوقت المناسب بدل ما كانت تعمل لك قضية اثبات نسب نسب؟ يالله يا وط يا ودواءتو ايه 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 ايه؟ ايه دول زمايل زمايل يا فندم نسب ايه بس يا فندم؟ احنا مفيش بنا لكل خير ركز وشولك الراجل الكراحي قابل وزير الدخلية فاهم؟ فاهم فاهم يا فندم النهاردة العيال هيجمع فقر ونضربوا فيه مقدرات انا عندي احساس ان النهاردة همسك خط مهمة في القضايا يا فندم ياك تكعبل فيه وتتكسر رقابتك ايه ايه ده بقى يا خالو انا مش خالك يا اخي ايوه صح انت قريب اختي انا قريب اختك وقريبك انت قريبك انت قريبك امشي امشي ده هيشلني يا خالو بس من فاطب يا خالو اتبايني هوك اتبايني هوك تداخل واحد صاحب جوه طب ايه باب المحفظة يا عب انا مشيهلش محافظ طب ايه اللي عجاز مو الساعة القباية او تباني عليكو عاملين دماغ واسخة ما سمعت سوفيه يا عياد انت بتكلم زابط اقولك ايه اه انا بقى وزيل الدخلي تباني عليك حتبوز الدماغ اللي احنا عاملينها اقلع باب المحفظة لحسن غزك ايه ده كنت معيًا معيًا معها مع توجد مكون جدًا إسفادة غدّة جدًا يهدي! الله ينور سعدت الباشا أنا هعترفلك يا باشا تفضّل هذه المخدرات اللي كنت بحطها في دوليب العيال هيا دي الحاجات اللي كنت بسرقها منا مبادئ قدارة أعمال مقدمة في علم الإحصاء ايه يا بتي ده حرنا مسقفة؟ فين المخدرات؟ برضو يا باشا كالترخيرة انا كنت بذاكر فيهم بذاكر فيهم؟ انها بنتشاك لك لبط وهتتعبيني معاك يا عول طب عشان تصدق ادي الكرني بتاعي انا في كلية التجارة الكرني ده مضروب الله يسامحك يا باشا انا باشتمك باهلك بقولك الكرني مضروب مالك حضرتك عارف ان اقل كتاب من دول يجيب 50-60 جنيه وانا هجيب منين يعني؟ بقولك ايه بتاعي تقوليه لامة عبانة وبجري على اخواتي ما تجيلي من الاخرة بت يا باشا كل الحكاية ان انا بنت عندها طموح وبجري على اخواتي بتفتكر لازم تقبض علي عشان عندي طموح يا باشا طيب خلاص خلاص يا باشا والله العظيم انا ما اقدر اجيب سيرة لحد انا مش قد حضرتك بص يا باشا انا هساعدك بس مش عشان خايفة منك ولا عشان عايزة منك حاجة انا هساعدك لان ده الصح العيال ولاد الاغنية دول اصلهم مش مقدرين النعمة اللي هم فيها اللي غيرهم بيحلم بربعها تفي حاجة شوعي فعلكو يا بيت اكلمها على الجامعة والمخادرات اللي فيها تقولي محاضرة في الحفظ الطبك بقولك يا بيت انا مش عايز لماضة من بكرة تفتح يا نيكي في الجامعة دبت النملة توصلني هم؟ ربنا يسهل يا باشا خد يا بيت تعالين معاك فلوس؟ مستورة والحمد لله طبقاتي عشرة جنيه بوهزر معاك خدي دول برضو حضرتك مصممت زيني لا 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة برجوك شكرا للمشاهدة حي كيف تلك؟ افتح ايدك افتح ايدك أم دماغ استني هنا ايه ده طابع حطوا هنا واربط دي اه انا اصلي جاي مش عايز طابع ولا عجوانتي سيبك من ده اتي ماشي عبدالله بمخدرات يبقى انت لسه زعلان من اللي عمله ابوي ده انا اللي قلقت عليك قلقت علي انا ليه يعني الموقف قدام الناس وابوك وامك يعني لا ناقف ده عادي ناقف ده بيتكرر كتير انا واخد على كده انا فتكرش قصة انا بات يوم في البيت انت عارف يا باس يومي انا علاقتي بابويا كده مستعي علاقة ابو وبنته بس كده احسن خانديني بخرج بعمل لانا عايزاها بشة بلغة ابو ماما ماما مالا ماما دي ماما دي زي السكر هم دي انا و هي موبايلات على طول بتصحة من نوم تديني موبايل بتخش تنام تديني موبايل وانا برضو بتديني موبايلات وانا بقولك انت هطير شوية الدماغ اللي انا عاملها انا حاطر انا طبق اللي علم انا حاطر ايها باس يوني واقف كده يعني ما بتدروش ولا انت عامل دماغي لفة اههاي لفت لا انا تقدر تقولي dimاغي الطوابع والحاجات دي دماغ فافي بتنفعنيش انا حب يا بي ازبط دماغي كده ف مكان خاص واجيلك فريش دماغ بلدي بلدي الله يا بسيوني نيبس تجرب الدماغ البلدي دي خلاص احنا بكرا عندك يا ماأة الحمزة دماغنا بكرا عند بسيوني يا ست استني ولا انت رجعت في رأيك لا رجع ايه يا جنار بس يوني بكرة عزمنا عنده على دماغ بلدي بكرة بلدي اشتا يا مرد لا 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 خلاص مش حينفع يلا ترح دلوقتي يا ساتي بتقولك بكرة انت حولك لا ترح دلوقتي يا عمي انت راح دلوقتي يلا راتك توقعهم من هذا خلعات من هذا تامش تقرير زابط ده تقرير اخي صحي اجتماعي الكلار ده تروح تقوله في همس التعتاب يا فندم يا فندم اقرأ التقرير بتمعهم كرته تقرير بتمعهم حبه من قلبك اهوه بحبك بحبك انا ايه يا حظابط انا ماري و مازلوف العيال العائلية انا حتبناهم انا ما انتمني ظروفهم انا كل اهمني المخدرات فن المخدرات يا حظابط فن المخدرات فضل هرق اسود المليل ايه الي انت شايله ده فرش فرشة؟ فرشة حشيش يا فندم مارك تسيبها وخدها يوم السبت دعم لو مش فاضي السبت اخدها لحد امان يعني شكلك هيحبسنا لاتنين الصبح ايه ده؟ يا فندم دالة هيوصلنا طريق المخدرات ده وليفة عملها عند العطار كده انا عملت كده ليه؟ اللي ليه تزنقت العيالة توردت معاهم يعني وعايزين يعملوا دماغ بلدي وعلى حسابي فاتصرفت انت جننت بقى بدل ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات من اين تستغل لهم انت تجري مخدرات وبعين العيال مضمنين دول هيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عاملوا الفلسولة يا فندم ده مفعوله كده استنى ما فيه ايه فيه ايه ايه انت انا لففلك جوينت الصباحة مين فلت الكارتون عريق اول ما تصحى ولح انا ما بشربش الحاجات دي يا فندم ما اسمع مني ما بشربش الحاجات دي حول عهولك انا انت ثابت يا هزابت بتاع لي ما تقول لحشب بيتي يا أبرا انا هحولك للتحقيق فورا يا فندم انا هوريك شغلا عكس فل انت فيها يا حازم حبتي فيه ايه حازم ما حلش يا أبي اصلا انا سمعت باسيوني بزع فقلت يمكن بزع لحضرتك فاندفعت يعني لا أبرا احنا كلنا بنيشغل انا وباسيوني خلي ما سيوني الحرز دي رجعوا المكتب عشان نبقى نعدمه هم عشان نعدمه بتعمل كده ليه هم بتعمل كده لي مش فاهمك علشان حقنقه قبل ماعدمه عشان مش عوز يفهم الحرز ايوه علشان حنعدم ايوه 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 ابو كارتونة اه كده حضربه بالنار قبل ماعدمه تعالوا ورايا الحرز ايوه تعالوا ورايا حاضر ما تشنقه احسن يا باشا انا مش حسامنا لتكتل تحقيق انا حضربك بالنار يا فندم يا فندم افهمني ما قداميش حل تاني لازم اعمل حفلة عند ساعتك انا في البيت ده انا لو مراتي عرفي تحتيت بحني يا فندم عشان المهمة دي تنجح انا عايز قلبك يبقى قلب اسد مغربش تفوت في الحديد مش ده كلام ساعتك اللي قلتهولي وانا لا يمكن اسمع لك انك تحول البيت الجرسونيرا البيت ده اللي عمره ما دخليش فيه احلى ست غرمراتي والشغالة واحيانا حمادي ده انا واعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت خلاص يا فندم مفيش مشكلة انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصورة وافهمه ان المهمة بتبوز عشان ساعتك مش متعاون معي اعلى ما في خيلك اركبه يا عيني يا لالالي يا لالا هوي يا حظومة احطه حازم اما لها يكون عمر اعمر شرب اصطبحتك جركة بكرتون يا فندم اصطباحة اللي عملها لك بتاعت العريق دي يعني كان زماني انا مطرحه فندم ونبيع فندم اعمل معروف بقى خلينا جيب الولاد هنا ونعمل لحفل هتفضع انت بتقوله ده نا يمكن يحصل انه على جسدية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة